هذا البرنامج برعاية مصرف الصفا خدمات مصرفية اسلامية متطورة على الأصول برنامج تمويل الخدمات الصحية تاج من مصرف الصفا لتمويل العلاج والخدمات الطبية أو إجراء العمليات الجراحية أو زراعة الأسنان أو زراعة أطفال الأنابيب البرنامج الأول من نوعه في فلسطين وعلى الأصول هذا البرنامج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تمويل يصل لغاية 100% فترة سداد تصل لغاية 72 شهر والسداد بأقصاط شهرية متطلبات هذا التمويل كفيل براتب محول أو بضمان آخر مقبول للمصرف مصرف الصفا خدمات مصرفية اسلامية متطورة على الأصول مساء الخير مشاهدين العزاء وأهلا وسهلا فيكم وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك بالدنيا رح أبلش حلقتي لليوم حول موسم الزتون وقد بدأنا فعلا في موسم الزتون وطبعا الزتون هو الشعار الفلسطيني الأبرز وهو المنتج الفلسطيني الأبرز وإن كان فيه تراجع في السنوات الماضية لهجرة الكثيرين من المزارعين باتجاه المدينة وترك المحاصيل الزراعية وترك الزتون ولكن تبقى فترة قطف الزتون هي فترة جميلة جدا تلتأم فيها العائلة بيكون فيها نوع من الألف والمحبة بيكون فيها كثير من الجهد ولكن كمان فيه كثير من المشاكل الطبية اللي ممكن تواجه الكثيرين أولى هذه المشاكل طبعا هي الإصابات أثناء قطف الزتون إيش يعني؟ بمعنى فيه ناس بتطلع الزتون بتشد الزتون بتوقع طبعا هذا يؤدي وبنشوف في مستشفياتنا وبنشوف في طوارئنا الكثير من حالات الكسور الكثير من حالات المشاكل الطبية اللي بتصير عند الكثيرين نتيجة الوقوع المباشر من ارتفاعات أو من على السلم أو من على الزتون وكذلك حدوث كسور مختلفة وللأسف وللأسف عادة ما بتكون عند كبار السن طبعا هذا بيأخذني لموضوع مهم أنه ما نتركش الزتون للوالدين للأهالي الكبار اللي قطف الزتون لازم الكل يشارك العيلة بأكملها الرجل والمرأة والطفل لأنه بعز عليه الرجل الكبير أرضه وزتونه أنه يتركه وما يقطفه فإذا ما لاقى حدا معاه من أفراد العائلة أكيد رح يغامر في بعض الأشياء رح يغامر في بعض المواقف اللي قد تؤدي إلى حدوث هذه الكسور طيب في حال مثل هيك شو لازم نعمل؟ في حالة وقوع وحدوث كسور أثناء أو بالنشوف نقول كسور قيا نقول واحد وقع عن الشجرة شو لازم نعمل؟ طبعا الوقوع عن الشجرة أو عن السلم أو عن أي شيء يؤدي إلى العديد من المشاكل أولها وحكينا فيها وهي الكسور ولكن كمان في مشاكل تانية ممكن تصير ممكن يقوم الواحد ويشعر أنه ما فيش إشي يعني أنا هيني مسكت حالي رجلي إيدي عظمي كله سليم ولكن في مشاكل قد تكون داخلية زي النزيف الداخلي فبالتالي أفضل طريقة وأفضل شيء لازم نعمله هو التوجه إلى أقرب مركز طوارئ لعملية الفحص والتأكد من خلو المريض من أي مشاكل طبية أو مضاعفات في حالة وجود أي كسور أو الشك بوجود كسور بلاش نعود نشيل المصاب كل واحد من إيده كل واحد من رجل ونحطه ونزده بهالسيارة وهذا سيزيد المشكلة وتصبح المشكلة مضاعفة عند الكثيرين لأنه أكيد يعني العظم إذا مكسورة شوي بفضل جهودنا الذاتية وطبعا وعدم اطلاعنا والشهام الزايد اللي عنا بنروح وإحنا بدل ما هو كسر صغير عملنا كسر كبير وبجوز بدل ما هو بده جبيري أو جبس بصير بده عملية جراحية في هيك حالة زي ما قلت عليك بالتوجه إما لقسم الطوارئ ولكن عليك كمان تثبيت العضو المصاب إذا كان في مجال إذا كان في مجال إتصال بسيارة الطوارئ أو الإسعاف ما فيش سيارة إسعاف ثبت المكان الموجود بأي شيء وإنقل المريض بطريقة صحيحة سليمي بدون ما تعرض المريض لأذى الزيادة طبعا هذا بده خبرة وبده معرفة وعشان هيك أنا بقول لما تلتم العائلة ويكون الجو العائلة في قطف الزيتون بتقل هاي المشاكل نظرا لأنه الشباب ممكن هم ياخدوا على عطقهم الوصول إلى أماكن بعيدة فبالتالي نسبة السقوط قد تكون أقل من كبار السن من المشاكل اللي بنواجهها في قطف الزيتون هو وجود التحسس عند الكثيرين سواء من الغبار اللي بيكون موجود سواء من وراء الزيتون بحد ذاته وطبعا الزيتون هو شعارنا إحنا الفلسطيني يعني أبو عمر رحمة الله عليه لما ذهب إلى الأمم المتحدة رفع البندقية ورفع غصن الزيتون فيبقى كان ومازال وسيبقى الزيتون هو شعارنا ولكن حتى الزيتون اللي هو شعارنا ممكن أن يؤدي إلى حدوث تحسسات عند البعض التحسس هذا طبعا للأسف إحنا ما بنقدر أنه إحنا نسيطر عليه ولكن من الممكن أنه إحنا نعرف بوادره يعني بمجرد ما الواحد يشعر أنه في عنده شوية ضيق في التنفس شوية سعال بلش يصير عنده هذا نذير وعلامي بأنه أنت بلش عندك نوع من التحسس اللي ناتج قد يكون زي ما حكيت عن الغبار أو وراء الزيتون فييك حالي طبعا يجب أنه إحنا نبعد المصاب ننقل إلى أقرب مركز طوارئ ويفضل دائما أنا بفضل شخصيا أنه حتى في الهلأ بلشت شوية مطر بلش شوية ريح شوية غبار يعني يفضل الناس أصحاب الأمراض المزمنة إنهم حطوا كمامي كمان لأنه كمان هذا بيقلل التحسس وبيقلل الإصابة ببعض الأمراض اللي ممكن تصيب الجهاز التنفسي فصل أو خين والموسم قطف الزيتون هو موسم جميل ولكن يجب علينا أنه إحنا نتعامل معه بشكل سليم وبشكل عقلاني ونتعاطى مع الموضوع من منطلق هو لم إلى العيلة وأنه قلل الإصابات أن نذهب باتجاه الخدمة الطبية في حالة وجود أي مشاكل عند أي أحد من أفراد العيلي وشيء مهم جدا بحب بس ألفة الانتباه لإله ياريت بلش نطلع الأولاد الأطفال الصغار نطلعهم على الزيتون فوق لأنه إحنا بيشوف كثير حالات أطفال بيسقطوا بشكل مباشر ومشكلة الأطفال بتكون أصعب لأنه غالبا ما بتكون إصابات مباشرة على الرأس وممكن تؤدي إلى نزيف في الدماغ يعني الشغلة بدها بدها لمة العيلة بدها كاسة شاي حلوة بدها تعاون من الجميع الفطور الجماعي وأن يكون هناك في تعاون من الجميع طبعا موسم قطف الزيتون هو يتوج حصيدة ثاني كاملة من ثمار هذا الزيتون واللي بنتج عنه طبعا الزيت وهم كلكم عارفين عن فوائد الزيت ولكن أنا اللي بهمني كطبيب هو أن يكون هناك في نوع من الأمان والصحة لكل أفراد العائلة بتمنى لكم موسم جميل مثمر ونتيجة جميلة وصحة جيدة حلقتنا لليوم أعزائي المشاهدين راح نناقش فيها موضوع مهم جدا لن نتحرج لن نتحرج في طرح هذا الموضوع كونه موضوع طبي بحت وهو الضعف الجنسي عند الرجل وعند المرأة يا ترى ما هو مفهوم الضعف الجنسي هل يصاب فيه الرجال لوحدهم ولا ممكن أن يصاب فيه السيدات أسباب الضعف الجنسي والعديد من الأسئلة بتمنى أي حدا عنده سؤال أن يشاركنا ما تتخجلوا ما تخجلوا هذا موضوع طبي بحت وهي مشكلة ومعضلة موجودة في كل العالم خلونا نطلع نشوف تقرير حول موضوع اليوم ونعود لضيفنا الكريم اللي راح يكون معنا في الاستوديو يعد الزواج طريق حفظ النسل من خلال العلاقة الجنسية التي تكون بين الرجل والمرأة التي بها أيضا تكتمل حاجة الرجل والمرأة وتتحقق معايير الاستقرار المعيشي بينهما وكلما ازدادت القوة الجنسية لدى الزوجين وخصوصا في سن الشباب الباكر كانت العلاقة أكثر تتويجا بالنجاح وأكثر حيوية وأعمق أثرا بينهما ومن أهم المشاكل التي تعتر العلاقة الجنسية بين الزوجين هي الضعف الجنسي أو العجز الجنسي وكثيرا ما يختص مصطلح الضعف الجنسي بالرجال دون النساء وهو لكليهما يعني عدم القدرة على إكمال الممارسة الجنسية على أكمل وجه بما يحقق المتعة المطلوبة ويضمن حدوث العلاقة بكاملها بين الزوجين وأيضا ربما وصل الأمر إلى ضعف القدرة على الإنجاب وضعف الحيوانات المنوية التي يراد لها تخصيب البوايضة لدى المرأة وتقف وراء الضعف الجنسي العديد من الأسباب والأمور التي تجعل منه ظاهرة وليس مجرد أمر طارئ إذ توصلت بعض البحوث إلى أن إصابة الرجال بهذا الأمر يصل إلى رجل من بين عشرة رجال وهي نسبة ليست قليلة ولا يستهان بها ولأن العلاقة الجنسية هي الحاجة البيولوجية الأكثر أهمية لما يترتب عليها من حفظ النسل فلابد أن نقف على الأسباب التي أدت إلى حدوث الضعف الجنسي هذا البرنامج برعاية مصرف الصفا خدمات مصرفية إسلامية متطورة على الأصول برنامج تمويل الخدمات الصحية تاج من مصرف الصفا لتمويل العلاج والخدمات الطبية أو إجراء العمليات الجراحية أو زراعة الأسنان أو زراعة أطفال الأنابيب البرنامج الأول من نوعه في فلسطين وعلى الأصول هذا البرنامج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تمويل يصل لغاية 100% فترة سداد تصل لغاية 72 شهر والسداد بأقصاط شهرية متطلبات هذا التمويل كفيل براتب محول أو بضمان آخر مقبول للمصرف مصرف الصفا خدمات مصرفية إسلامية متطورة على الأصول موسيقى موسيقى مساء الخير مشاهدين مرة تاني وآله وسهله فيكم وحلقتنا لليوم هي الضعف الجنسي عند الرجل والمرأة وأسبابه وحدوث ونسب حدوثه في مجتمعنا الفلسطيني ضيفي لليوم والمختص في هذا المجال هو الدكتور عبدالله مش على اختصاص طب الأسرة والطب الجنسي اللي بنقول له مساء الخير دكتور أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك مساء النور طيب دكتور في البداية خلينا أسألك لما إحنا بنحكي يعني عن الضعف الجنسي يعني إيش يعني ما مفهوم الضعف الجنسي سواء عند الرجل أو عند المرأة بداية أن شكرا لك الطب الجنسي بشكل عام بيعالج الوظيفة الجنسية ككل يعني كل المشاكل اللي ممكن تحدث للوظيفة الجنسية من ناحية الأداء من ناحية الأمراض ونعمل كمان كويقاية إنه نمنع حدوث أمراض في المستقبل نعم الطب الجنسي بحلطه الجديدة يعني ولو إنه طب قديم جديد كان في القديم مثلا الأخصائي المسالك البولية الطب النفسي الأمراض النسائية كل واحد يعالج بشكل منفرد المشاكل اللي تتعلق في نوعية التخصص طبعه نحن جينا وحطناه في بوتقة واحدة ونعالج كل المشاكل اللي تواجه الأزواج من ناحية العلاقة الزوجية والعلاقة الحميمية نعم عشان نتحدث عن الضعف الجنسي عند الرجال أو عند النساء خلنا ناخد أول شيء إحصائيات حول العالم النساء لو خلنا بشكل عام النساء من عمر خلنا نقول عشرين لحد خمسين أو ستين نعم نشوف تقريبا 43% من النساء يعانين من الضعف الجنسي قديش دكتور 43% والرجال بعانوا 30% يعني النساء بعانوا أكثر من الرجال يعني أنك تقنعني هلأ أنه يعني الرجال أقل عندهم الضعف الجنسي من السيدة نعم نحن نتطرق للمواضيع للأسباب لأنه طبيعة المرأة تختلف عشان ما دلهم مش نقول يعني الرجال الرجال يعني خلينا نقول برضو يعني السيدات وهي النسبة عالميا أكبر نعم نسبة عالية آه وفيه يعني أنه ممكن ما تعترفش بالمشكلة أو أنه تتغاضى عنها على أساس أنه إرضاء الرجل مرة نعم طب بس معلش يعني طب إيش مفهوم يعني الضعف الجنسي يعني هل هو يعني فيه ناس بتخربط يعني بتقول لك أنا هل هي المقدرة الإنجابية هل هي أنه واحد مخلف عشرة ولا مخلف واحد يعني ما هو مفهوم الضعف الجنسي عند كلا الجنسي ماشي الضعف الجنسي حسب التعريف تبعه أنه يكون فيه خلل في الوظيفة الجنسية في كل مراحلها أو في مرحلة من المراحل الدورة الجنسية ككل نعم فلو جينا نعرف الدورة الجنسية إحنا اللي هي بتمر في تقريبا أربع مراحل اللي هي مرحلة الرغبة والإشي أن يكون فيه رغبة يمارس العملية الجنسية مرحلة الإثارة والاستشارة الإثارة والمرحلة الثالثة هي مرحلة الذروة وفي النهاية مرحلة العودة إلى نقطة الصفر أو الاسترخاء نعم فإحنا لو جينا أخذنا المشكلة الأولى اللي هي مشكلة الرغبة أساسي يكون فيه رغبة جنسية عند الرجل أو المرأة لابد أن يكون فيه جهاز عصبي متكامل وجهاز هرموني متكامل يعني بدك تقول لنا أنه يعتمد العلاقة الحميمية ما بين الرجل والمرأة على عنصرين رئيسيين هو الجهاز العصبي والجهاز الهرموني والجهاز الدوري كمان دعنا نحط تلاتة مع بعض فبالتالي أي قصور في الأجهزة هاي ممكن يسبب قلة في الرغبة مثلا ترابات الدورة الشهرية عند المرأة ممكن تسبب عندها مشاكل في الرغبة بعد الدورة أو بعد الولادة أو إذا استعملت تحبوب منع الحمل يكون سين عندها مشاكل في الرغبة أنه ما بدهاج في عندها مشاكل هي وزوجها في عندها مشاكل في العمل هذا الرؤى على الشق النفسي النفسي كمان إذا عندها حالة من القلق من الخوف من الهاي كمان أنه ممكن تقل عندها الرغبة كمان ممكن يكون سبب غير مباشر مثلا مثل المرأة اللي مثلا الزوج عندها بكون عنده مثلا قذف سريع فبالتالي ما بتوصل هي للنشوة وللهاي فبالتالي بصيروا شوي شوي عندها برود فبتفقد كمان الرغبة في الممارسة العملية فهي بكون سبب ثانوي مش هي المسؤولة عنه زوجها طيب أنت قلت لي قبل شوي أنه عالميا النساء بعانوا 43% من الضعف الجنسي والرجال 30% يا ترى دكتور عبدالله ما بعرف هل هذا ينطبق على واقعنا الفلسطيني؟ للأسف أبحاث في الوسط الفلسطيني عندما فيش بس الأبحاث اللي عملت في الوطن العربي وخاصة في مصر تقريبا النسب متشابهة كتير يعني لو جينا نفصل النسبة هاي يعني أنه مثلا لو أخدنا النشوة الجنسية في تقريبا 60% من النساء ما بوصلوش معنا النشوة الجنسية بتمارس العملية زي ما تعلمت من أول يوم لحد ما آخر مرة وصلها بتعرفش شو التبعيات أو المتعة والسعادة فيها ما بتحسش خلاص إرضاء أن الرجل بتحمل فإحنا المقياس عندنا أنه المرأة بتحمل بتجيب أولاد معناته بس هذا ملوش علاقة ملوش علاقة الصحة الإنجابية لا عند الرجل ولا عند الوراء يعني ما يجيش أبو محمد أقول لك والله أنا جبت لك خلفت لك عشرة لا ملوش داخل هاي نحي بن مرة ملوش داخل الصحة الإنجابية مش مربوطة بالصحة الجنسية اللي بنحكي عنها نعم طبعا مشاهدين العزاء موضوع الضعف الجنسي والمقدرة الجنسية هي مشكلة بعاني منها العديد والكثيرين من الناس في بلدنا في فلسطين الأمور ليست مرتبطة بالرجل الوحده أو بالمرأة وحدها ولكن هي مرتبطة بكل الجنسين وكذلك مرتبطة بالعديد من المتغيرات البيئية والحيوية اللي بتصير داخل جسم الإنسان وعادة ما عادة ما يكون هناك المحرك الرئيسي إلها عدة عوامل وذكرنا منها العامل النفسي والمشاكل ذكرنا منها العامل الهرموني وكذلك الدورة الدموية المفروضة تكون جزء من عملية التكامل اللي بنحكي عنه طبعا مشاهدين العزاء بإمكانكم الاتصال والتواصل معنا على الأرقام اللي طالع أمامكم على الشاشة بتمنى محدشين يحريش بتمنى أي حد عنده مشكلة حابب يطرحها يطرحها أو على صفحتنا على الفيسبوك بإمكانه طبعا يوجهنا أي سؤال وإحنا رح نطرحه على ضيفنا الكريم فضل بك نحكي بالنسبة للضعف الجنسي عند الرجال نعم اللي هو بكون بارز أكثر أكثر شيء يعني ملاحظ عند الرجال اللي هو عدم القدرة على الانتصاب أو المحافظة على الانتصاب حتى نهاية العلاقة فهاي لو جينا أخذنا الإحصائيات قديش في عند الرجال اللي حكينا عنهم 30% بشكل عام كل المشاكل الضعف الجنسي عدم القدرة على الانتصاب أو العنة بسموه باللغة العربية الرجال ما بعد سن الأربعين فما فوق تقريبا بتصير يعني من سن الأربعين للخمسين تقريبا أربعين في المية من خمسين للستين تقريبا المقدرة اللي عندها يعني بتقيل عن كل واحد كل واحد من عمر 40 إلى 80 معرض أنه سير في عنده ضعف جنسي بدرجة من الدرجات اللي نذكرها هلأ إحنا نعم فبالتالي الأسباب اللي ممكن يعني عند الرجل هي مربوطة الشغلة بعملية الانتصاب والاستمرار في العملية محافظة على الانتصاب حتى خلال عملية الجنسية حتى أنه يوصل لنا حية الرضا هو وزوجته نعم فعدم القدرة على الانتصاب في لها أسباب كثيرة قسمناها إحنا لأسباب عضوية يعني جسمية وأسباب نفسية جميل اليوم ممكن نتحدث إحنا عن تقريبا 80% من الأسباب العضوية و20% أسباب نفسية ممكن كمان يكونوا العاملين مع بعض هلا من العوامل العضوية الموجودة اللي مثلا الأمراض العصر الموجودة يعني كلها تصلوا بالشرايين الضغط الدم السكري أمراض القلب بس بجوزة الأكثر شيء مؤثر هو مرض السكري بشكل عام مرض السكري يعني جبتها انتهى لا إنه يعني لو أخذنا مريض سكري أو مرضى السكري بشكل عام تقريبا من كل أربعة في ثلاثة عندهم مشاكل في الضغط الجنسي يعني إحنا عندنا في العيادة تقريبا غالبية اللي بتوجهه اللي بتوجهه لناه مرضى السكري بشكل عام يعني مرضى السكري نعم فهي الأمراض العضوية الموجودة يعني تصلوا بالشرايين الضغط الدم السكري التفاع نسبة الدهون في الدم هاي بتأدي للمشاكل لأنه إحنا عساسة يصير فيه انتصاب بدنا إحنا إحنا إذا ما حكينا جهاز عصبي مكتمل وجهاز دوري اللي يصير فيه تضفق للدم ويصير فيه انتصاب فأي خلل ممكن يسيب الجهاز العصبي أو الجهاز الدوري ممكن يؤدي لها مشكلة في الانتصاب أيضا في عندنا مشاكل ممكن إنه إذا عملنا عمليات في الحوض عمليات البروستاتا أو أي عملية تانية كانت كسور أو عمليات كبيرة في داخل البطن ممكن كمان تؤدي إلى حدوث مشاكل في الانتصاب وأيضا يعني شغلة مهمة أن إحنا كمان ممكن نسبب مشاكل في الانتصاب للمرضى تابعونا بالأدوية اللي بنعطيهم إياها للضغط وللأمراض القلب دكتور عبدالله يعني أنت روحت على الانتصاب وهو أساس العملية ما مختلفتش معاك ولكن بالأساس بالأساس يجب أن يكون هناك في الرغبة أساس أو الإثارة الرغبة اللي يبقى تحرك المشاعر أو تحفز هالإنسان أنه هو بحاجة لها العملية يا ترى هل عدم وجود الرغبة هاي مرتبط بأمراض عضوية ولا أكثر ولا بمشاكل نفسية قد يكون ممكن بالجهتين نعم يعني إذا حدثنا عن الأمراض العضوية المرضى السكري اللي بصير عندهم زي metabolic syndrome يعني أنه بصير في عنده سمنة زايدة بصير في عنده دهنيات بصير في عنده ارتفاع في ضغط الدم كل هاي الأمور بتأثر كمان على الرغبة ومن الجهة الثانية المرضى هدول في عندهم نقص في هرمون التستوستيرون الذكوري اللي هو تاج الرغبة عند الرجل عشان هيك هذا بقل بعد في سن معين يعني إحنا بنحكي أنه في سن اليأس عند النساء بس كمان في سن اليأس عند الرجال يلا عشان تنقصوا يعني hint كيف هو في سن اليأس عند النساء وفي سن اليأس عند الرجال يعني بعكس النساء واحدة بواحدة يعني آه إحنا بعكس النساء إنه الخصيب تستمر بالعمل والهرمون التستوستيرون بس يقل يعني من عمر تقريبا 40 ببداية ينزل تقريبا 1% كل سنة فبصير فيه اعراض يعني عندنا احنا مثلا تاخد الرجال فوق الاربعين والخمسين ممكن تشوف عنده مثلا صار يكون قاعة هيك بتلاقي تعبان ما فيش شي جهد مزاجه معكر بطنه الطالع منفوخة صار في عنده مشاكل في النوم فكل الشغلات هاي ممكن تكون بالاضافة لانه مشاكل كمان في الرغبة الجنسية ممكن نيجي نعمله فاحص ونشوف انه في نسبة الهرمون تبعه نازلة نعم فبالتالي لما تعطيه تستوستيرون فلما تعطيه انت بديل تستوستيرون برجع لوضعه طبيعي حصان زي ما كان اول يعني اذا كان عملنا الفحص يعني هلا كل الاحوال عشان يعني هلا كل الناس تروح تعمل بكرة فحص التستوستيرون يعني هو هبوطه يؤثر على الرغبة والشهوة والانتصاب الانتصاب اقل بس انه كمان مع الرغبة والهاي ممكن كمان الانتصاب يصير اذا اعطينا مكمل بدأ يعني يكمل التستستيرون او يرفع منصوب التستستيرون هل هذا بساعد يعني فعلا يعني عندنا المرضى يعني اللي بيرجع بولك اخذت الابرة مثلا بس يخدها بتلاقي ارتفع عنده المستوى القوة والطاقة لحد ما ينتهي مفعوله وبعود ينزل فبالتالي احنا ما اعطي ابر لثلاث شهور كل ثلاث شهور ابره فبالتالي بظل في عنده الطاقة الكامنة هاي اللي يستفيد منها خلال الشهور هاي طيب عدم مشاكل يعني الانتصاب هاينا بلشنا احنا نركز معاك طيب عدم استمرار الرجل في المقدرة في الانتصاب خلال العملية الجنسية في ايش مرتبط هذا يعني فجأة بتلاقي بم وهاي بتصير كثير وناس بتشكي منها هون احنا بيجي بدنا ان نفرق ما بين الانتصاب كمشكلة عضوية او كمشكلة نفسية فبجرد ما انه يجي ليلة مثلا ما مصارش في انتصاب ما فيش عنده مشكلة في الانتصاب هون يعني احنا اقل اشي عساس نقدر نقوله في عنده مشكلة في الانتصاب لازم يكون اقل اشي ثلاث شهور حوالي 70% من المحاولات باعش الفشل فهي ممكن اقول في عنده مشكلة بالانتصاب على البصير في عنده مشكلة بالانتصاب مرة مرتين ممكن يكون في شغلة نفسية ماشي هاي احنا بنقدر نقول عنها مشكلة نفسية اكتر منها عضوية لانه العضوية بتبدأ تقريبا بالتدريج اه بشورش فيها بشكل مباشر في عنده كمان نقطة مهمة يعني انه احنا خلال النوم في فترة الريم هاي الربد اي موفمينت في عندنا بصير في خلال النوم بصير في عندنا تقريبا اربع لخمس مرات انتصاب آخر مرة لما بنصحى الصبح يعني خلال النوم بصير عندنا أربع أو خمس مرات انتصاب لا إرادي آخر مرة لما بنصحى الصبح بكون فيه انتصاب أن تكون المثاني مليانة في البول فهذا دليل على أنه الجهاز بيشتغل كويس فعلا إذا صار الواحد يقوم الصبح وما فيش أي انتصاب ولا فيه أي شيء فيه هون علامات سؤال نعم نحن دائما بنقول على أنه هناك ربط مباشر ما بين الأمراض العضوية والأمراض العصبية والنفسية من أهم المشاكل اللي بيواجهوها أصحاب الأمراض أو الضعف الجنسي هو وجود المشاكل العصبية والنفسية اللي تؤدي إلى عدم وجود الرغبة طبعا العامل النفسي هو العامل المحرك الأساسي يعني ربنا خلقها عندنا للمتعة عشان نستمتع بالحياة عشان نستمتع ونشعر بلذة الحياة فإذا كان هذا الدماغ مشغول بأشياء توتره أكيد طبعا هذا أسوأ كان الرجل أو المرأة قد لا يكون هناك فيه لا رغبة ولا شهوة ولا حياة اللي من تنادي فحاولوا أنه تعيشوا حياتكم بهدوء وسكيني دكتور عبد الله ماذا يختلف الموضوع الضعف الجنسي عند المرأة عن الرجل شو وجه الاختلافات ما بينهم؟ هم بيختلف لأنه كمان فيه طبيعة الجهاز التناسل اللي بيختلف نعم فبالتالي لو جينا إحنا للانتصاب عند الرجل يعادل تقريبا عمليات الترطيب الموجودة في المهبل فبالتالي إحنا نطلق عليها عمليات الألم خلال الجماعة أو عدم القدرة على الجماعة لأنه فيه ألم فبالتالي إذا كانش فيه عملية الترطيب ونتمش عملية الإلاج فبالتالي هاي كمان مشكلة اللي ممكن توجيها المرأة اللي كمان تؤدي إلى قلة الرغبة والبرود الجنسي في معي طبعا اتصال معنا الحج من بني نعيم مساء الخير مساء الخير عمي يسعد مساك أهلين أنا الحج أبو علي عمري 60 سنة يعطيك الصحة فعند الانتصاب ضعيف ضعيف يعني من قديش فترة زمنية بلش عندك الضعف في الانتصاب والله بجي له سنتين عندي من سنتين ونت عمرك 66 قبل هي كانت الأمور تمام ماشي تمام تمام نعم قبل السنتين كانت أمورك تمام لو 100% يعني الوضع الجيد جيد ماشي عندك أي أمراض أبو أنا معي السكري معاك السكري من كم ثاني عندك سكري يا صديقي دي له خمس ست سنين خمس ست سنين آه يعني هي الفترة اللي ممكن تكون فيها طيب ما بصيرش انت صب بالمرة يعني خلينا نفتحها والله هي ضعيفة يعني في الشهر مرة بس فيش مش زي زمان يعني بدك تقول لا 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 زي زمان فيش في المرة قل للزمان يرجع يا زمان ارجع يا زمان هذا الصعب يعني بقينا نفتر ونغدي ونعشي نفتر ونغدي ونعشي نعم في الشهر شهرين مرة وعالفاض يعني يعطيك الصحة وطولة العمر ويخلي لك صحتك ويخلي لك خلينا أقول أولادك وزوجتك واللي بدك كل حبايبك شكرا اللي اتصالك وأشكر أخونا الحج اللي اتصل وأنا أشكره على كمان يعني الناس بدها تتعلم بدها تعرف مشكلة موجودة ومهمة برأيك الحج هون من بني نعيم وهي على فكرة مشكلة يعني ترترباء الناس اللي مترددين هلا يمسكوا التليفون ولا ما يتصلوش يتصلوا ولا ما يتصلوش هاي أبو العبد حلل كل موضوع واتصل ايش رأيك فيك حالي يعني هون حسب العمر وحسب التاريخ المرض اللي عنده أكيد في عنده مشكلة عضوية مرتبطة بالسكري ودائما إحنا ندعو إلى أنه يحافظ على مستوى السكر قدر الإمكان لأنه إذا كان السكر مرتفع فلا يوجد انتصاب نعم هذه القاعدة مش 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 مرتفع ومش منتظم طول الوقت مش منتظم طول الوقت بالتالي بيأثر على التوسع الأوعية الدموية فبالتالي بعدها محدودة انتصاب نعم شو لازم يعمل هيك حالي بدو يتوجه للعيادة طبيب عندهم زي في عندهم طبيب عائلة ممكن يخد منه التاريخ المرض وممكن نعمل له فحوصات نشوف زي عنده كمان هو نقص في هرمون التستوستيرون نعم نشوف الفحوصات تبعته بالنسبة للسكر والسكر التراكمي وبناء على إحنا منقرر شو نوع العلاج اللي ممكن نتراقله في النهاية أبو العبد وزملاء أبو العبد اللي بتفرجوا علينا طيب ناخد أبو أحمد وبعدين برجع لك أبو العبد أنت وزملائك عشان أقول لك شو لازم تعمل بالإضافة للي حكاة الدكتور أبو أحمد من قلقيل يا مساء الخير السلام عليكم بطور وعليكم السلام ورحمة الله بطور أنا كبل الشهرين تقريباً عملت عملية تكلب مفتوح نعم هلكيتي كبل العملية كان عندي الحاجة الجنسية كويسية نعم بعد العملية قش عندها الجنسية هل لك شهرين عملية عملية القلب المفتوح صحيح طيب وقبلها كانت الأمور تمام صحيح أدي عمرك يا أبو أحمد ستة وخمسين ستة وخمسين سنة عندك أي أمراض تاني غير موضوع القلب لا ما في الشمدي لا سكري ولا أي شي ولا ضغط ولا أي شي نعم الدكتور بدي سعلك سؤال بس تفضل دكتور مساء الخير هل هي مساء النوط إيش أنواع الأدوية لعطوك إياها بعد العملية في بوخذ بلفكس بوخذ أسبرين بوخذ دول الدهون بوخذ نص حبي للضغط سيتش اسمو بوخذ حبي للمادي بوخذ مضر للبول أبو أحمد أبو أحمد عبل ما تسكر معنا الخط خلينا أسألك سؤال يا ترى بعد العملية كان هناك محاولة عندك وباءت في الفجل مرة مرتين ثلاثة أكثر من مرة مرتين خلاصة كانت المشكلة في الرغبة ولا في الانتصاب في رغبة بس فيش انتصاب وعند الممارسة بصير برود بصير برود شكرا جزيلا لاتصالك يا أبو أحمد معنا أبو عدنان من طول كريم مساء الخير سعد مساءك وط التلفزيون شو رأيك ما يكون تفضل سألتكم نعفية يلا سؤال بداية انضمت للبرنامج جديد بس بعرفش دكتور أخي الصاعي شو احنا بنحكي عن الضعف الجنسي عند الرجال والنساء اذا عندك او سؤال اي استفسار اي مشاركة تفضل اه يارت ضعف الجنسي عند النسوان شو أسبابه وشو علاجه أسبابه وعلاجه ماشي اول لا خلينا نقول بالأصحة البرود الجنسي يعني عند المرأة اه حبيت ورضو البرود الجنسي ماشي شكرا جزيلا إلا اتصالك حبيبي انا نرجع لأبو أحمد هلا حدا تاني اسمه أبو أحمد بس من الخليل أبو أحمد من الخليل مساء الخير مساء الخير يسعد مساك الله يعافيك يا عافيك ربي يلا انا عندي لما حول الصبح ما في عندي انتصاب أدي عمرك عمري أربعة واربعين أربعة واربعين عندك لا يعني أي أمراض سابقة ما في عندي أي أمراض الحمد لله شو بتشتغل يا أبو أحمد شو بتشتغل عندي شوية يعني أوجاع في الضار يعني شو بتشتغل عامل هادي عامل مرتاح بحياتك في إشي موترك الحمد لله دوم 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 ماشي يا أبو أحمد عامل أحمد 44 سالي شباب لسه عندي مشكلة كمان في النوم ما بنام يعني ما بيش عبالي النوم نهاي نها شوفت ما هو هاي مربوطة ببعض ماشي شكرا جزيلا يا أبو أحمد معنا مين غسان من وين نابلس غسان من نابلس مساء الخير غسان نورة هل يمتلك العافي دكتور إذا عافيك ربي اللهي أنا برضو عندي نفس جنسية ضعيف تشرح لي بس شوي يعني إيه جنسية ضعيف عمل خمس عمليات أورام البنك رياس عندي حبوط سكري عندي ورم وركبت جهاز باس ميكار للقلب عندي عضت القلب 10% شغالي قدي عمرك 39 39 أه الله يعطيك الصحة والعافي أول إشي بعدين صار عندي البول ينزل بدون إرادة طب أخوي غسان أخوي غسان بس سؤالي لإلك عامل خمس عمليات عشان ورق أورام مختلفة صح؟ أه ومركب والطحال كمان والطحال ومركب منظم لضربات القلب البسمية مع ساعق مع ساعق ومن كم سنة بتعاني بمشكلة الضعف الجنسي؟ من يوم ما مرضى 39 30 ماشي ما فيش عندك سكر يضغط مشاكل تاني الورع عشان في باكراس كامولي ثلثينه بيرسل خطرات بوصل 900 وخطرات بوصل 30 مفهو يعني بنطنط طيب مش متوازن وبأخذ علاجة طبعا إنه في المستشفى في كل شعر بأخذ إبري ساموستتين كل 15 يوم ألف سلامي عليك أول شيء ألف سلامي عليك من الأمراض اللي هي مشكلة حقيقية على حياتك وعلى مستقبلك ومشكلة الانتصاب هاي مشكلة طبعا إن شاء الله في حال يعني قد يكون إلى حل هاي معنا ضيفنا رح يجاوبك معنا أبو محمد من قلقيليا مساء الخير سنور سعد مساك يلا نعم يلا سؤالك سؤالي أنا وعمري 30 سنة معي مرض سكري طيب سكري من الدرجة الأولى بوخض أبرونسلين أه وفكت حياتي ماشي طبيعية لغاية تصار عمري 45 صار أحيانا نمليح أحيانا نضعيف أحيانا نمليح أحيانا نضعيف أصدق يعني دخلنا بالخمسينات الضعف الجنسي باستمرار وأنا بتاكل فكري إنه ما فيش علاج من حاولتش أوصل طبيب معاي سكر ومعاي ضغ حبيت 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 حبيتها كثير أنا حبيت مدخلتك هاي أو كلمتك الأخيرة إن أنا عتقدت إنه ما فيش حال ومرأتش على أي طبيب ماشي أوكي خليك معنا يا أبو محمد من قلقيليا وراح نحا أدعو معك هلا بس أمري هس ستين ستين ثاني ماشي يعني أنا كثير مبسوط على المشاركات لأنه هذا دليل على إنه إحنا أصبح في عنا وعي للموضوع هذا كتير وأصبح موضوع مهم وملح عنا إنه إحنا نطرحه على الطاولة نظناش متخبيين ونحكي في غرف النوم عن الموضوع ومتخجلين من الموضوع محمد محمد من وين محمد بن بيت لحم مساء الخير مصنور يسعد مساك تفضل سؤالك بالله بشكل مباشر مصنور يسعد مساك بس بدي أحسن يعني يسأل يعني داتها بشكل عام عن تضعف الجنسي يعني بشكل عام يعني عندك مشكلة دا بتسأل عنها معينة سؤال معين طيب لا 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 ماشي تابعنا خلال الحلقة وراح تسمع يعني إيش بنحكي عن الضعف الجنسي وشو مشاكل الضعف الجنسي وليش بتصير وكيف ممكن تخلص منها إذا كان في هناك منها خلاص معنا حدا يا أخوان مخرجنا معنا حدا طيب خلينا ناخد الإجابات ونبدأ في أرجع بس من الحج أبو محمد أبو أبو العبد أبو العبد أول شيء أبو العبد اللي تصل في بداية الحلقة أخويا أبو العبد إليك ولكل الإخوة المشاهدين ضبط السكر هو الضمان الرئيسي لوجود حلول وجود مستويات متدنية خلينا نقول طبيعية للسكري بتحل المشكلة كمان وجود تقدم السن أحيانا بيعمل عندنا تصلب في الشرايين طبيعي جدا عند كثير من الناس نتيجة تقدم السن فبالتالي بدأ متابعة مع طبيب تشوف أمورك الطبية نرجع لأبو أحمد من قلقيليا عامل قلب مفتوح أبو الشهرين تعتقدش دكتور أنه يعني بدري عليه أنه يعمل محاولات يعني عملية قلب مفتوح وشفة حسدير يعني عملية كبيرة مش مزحة بشكل عام كل مرضى القلب يعني اللي بيصير عندهم احتشاء لعضلة القلب أو بعملوا عملية قلب مفتوح نحن نحبذ أنه تقريبا بعد أربع لست أسابيع ممكن أنه الواحد يبدأ بممارسة العملية الجنسية لأن العملية الجنسية لو جينا نطلع لها إحنا قديش أنا بدي قوة أو طاقة المجهود اللي ببذل هو أنا أنا مطلع طابئين بدون ما أقعد ألهش ولا أوقف خمسين مرة طلع علي أنا متفق معاك بس خط يكون يعني واحد خارج يعني نفسيا عامل نفسي مهم عامل خوف عامل كل شغلات شو بسموه الرهابيتاليشن عادة التأهيل والهاي إنه يرجع لوضعه الطبيعي كمان شوي شوي إحنا منساعد إنه بعد أربع لست أسابيع ممكن ممارسة العملية إذا استطاع يعني إنه ما كانش شهد تبدو جهد كثير وصير عنده شو لازم نفس أو إشي عشان الوقت بكتور عشان الوقت يعني مريض القلب إيش لازم يعمل يعني زي ما في عنده صار انسداد في شرايين القلب كمان الشرايين تبعات العضو الذكري كمان هي كمان تتسكر فبالتالي بتبطل جيب نتيجة في الانتصاب فبالتالي مرضى هون ممكن إذا عادلة القلب يعني قوية ويمكنه باستشارة كمان طبيب القلب إنه نعطيه أدوية اللي تحفز عمليات الانتصاب تحفز يعني هل الأشياء المتداولة الحب الزرعة والحب الحمرة بتنفع محوما؟ تنفع إذا ما بخدش شغلات بس النترات اللي هاي ممنوع على مرضى القلب غيرها إذا وضعه من ناحية صحية ومن ناحية القلب إنه بيقدر يعمل جهد بيبدو الجهد ممكن إمارسة عملية نعم أبو أحمد عليك بمراجعة طبيب القلب قد يوصف لك بعض المحسنات ولكن ما تاخدهاش على عاد أكل الحب الصفرة ولا الزرعة ولا البنية ولا الكحلية لأنه هاي ممكن تدخلك في كارثي إذا أخدتها غير استشارة طبية أبو عدنا من طول كرم الضعف الجنسي عند السيدات بس بشكل سريع عشان وقتنا دكتور زي ما حكينا احنا في البداية يعني البرود الجنسي ناتج عن قلة الرغبة في ممارسة العملية الجنسية لأسباب ممكن تكون أسباب نفسية ممكن تكون أسباب عضوية زي ما حكينا مربوطة في عملية الدورة الشهرية في استعمال حبوب بنع الحمل أيضا كل المشاكل الزوجية ممكن تكون مربوطة فيها نعم أبو أحمد من خليل بقول لك يعني ما عندوش انتصاب أمره 44 ثانية وبس حال صبح في الش عندو انتصاب شوف هون فيه كون يكون عندو مشكلة مربوطة في العمود الفقري اللي عندو فيه مشاكل في الظاهر بس فيه عندنا احنا فحص بسموه NPT اللي هو بفحص عمليات الانتصاب اللي حكينا عنها خلال الليل إذا هذا بعمل الفحص هون بنعرف انه هل في عندو مشكلة عضوية بنعمل هذا في بلادنا بنعمل موجود في كل مراكز النوم اللي بعمل الفحص للنوم تقريبا نفس الفحص بس بعمله مش بحاجة لفحص التستسترون عمره صغير هيك 44 ممكن ممكن نعمل له الفحص مش بشكلة بس انه هون بدي انا تأكد سوى المشكلة الرئيسية يعني قبل الهرمون نعم طبعا طب مشكلة القلق خل ما بتأسر شعب القلق كمان مهم عشانه هون حكينا الشغلة النفسية والعضوية فهذا الفحص بيعطيني أنا انه اذا كان في عندو انتصاب خلال الليل معتفوش عندو مشكلة نعم غسام من نابلس يعني الله يطي صحة انساني ويشفي عمل عملية كتير وحاطت بس ميكر وسكري وما فيش عندو شو تخترح عليه يعني هون تعطي الأدوية المنشطة بعتقدش يعني انه هون أعطيها يعني من نمشي معه للمرحلة التانية اللي هي بنعطي علاج موضعي عن طريق الحقن نعم يعني بنعمله انتصاب اصطناعي بالعربي يعني بنخلي الانتصاب بنعطيه مواد اللي بتوسع الشريين وصير فيه انتصاب يعني نسميه انتصاب هو بجيز مشكلته شوية معقدة بحكم وجود أكتر ماشي بده الواحد يقعد معه ويعرف كل سيرة تاريخ المرض تبعه بالصوت شو الأدوية بس يعني ممكن بناسبه أكتر إشي انه يستعمل الأدوية اللي هي العبارة عن العبارة هاي ابو محمد من قلقيليا يعني هو عنده سكر وبياخده نسلين من 30 سنة يعني انه هون حكينا احنا في البداية انه تقريبا 75% من مرضى السكري بعد 5-10 سنوات من السكر في عندهم مشاكل في الضعف الجنسي نتيجة الإصابة بال يعني مضاعفات السكر اللي بتصيب الأعصاب وبتصيب كمان الأوعية الدموية فبالتالي بيصير فيه مشكلة في الانتصاب يخليني أروح يعني احنا طول الوقت بنحكي عن الرجال طبعا ولا سيدة رح تتصل أكيد يعني أنا عارف بس خلينا أطرع عليك السؤال مرة تاني سبب الضعف أو البرود الجنسي عند السيدات شو اللي بوصل المرأة إلى هذا يعني التستسترون موجود عند الرجال المشاكل النفسية فهمنا الأمراض طب المرأة شو اللي بيخلي عندها المشاكل هاي تصير شوف كمان الهرمونات الموجودة عند المرأة يعني لها تأثير إذا زادت نسبة الاستروجين أو قلات مثلا لما تنتهي كمية الاستروجين الموجودة يصبح عندهم جفاف في المهبل فبالتالي بكتر جي تعطي ملين أو الشيء عساس أنه يعني انقطاع الدورة الشهرية هل يؤثر على الرغبة عند السيدات بتقل الرغبة بس لا تختفي يعني أنه بصير فيه تغيرات في الجهاز التناسلي من حيث أنه بصير فيه الجدار رقيق وبصير فيه هناك جفاف فبالتالي ممكن نعطى المراهم اللي فيها الاستروجين وبتساعد وترتب وممكن تمارس العملية فيه معي سؤال يعني عكس اللي بنحكيه عن الضعف الجنسي حدا بيسأله بقول إذا كان هناك رجل يستطيع أن يمارس هذا أحد أصدقائنا بيسأل خلال ساعة عاصعة ونصف ثلاث مرات هل هاي مشكلة ولا هو طبيعي هيك شوف ما فيش تحديد للطبيعي إذا كان بيرضى الطرفين وقدرة الطرفين بالتالي بيظل المجال مفتوح للجهتين السؤال اللي بعد هيك دكتور ليش الرجل بعد انتهاء العملية الجنسية بيصير عنده يعني خين والانتصاب بنتهي الرغبة بتروح وبحاجة لوقت من أول وجديد لاستعادة الشاوي هذا طبعا عشان يكونوا لكل عارفين يعني السيدات والرجال هذا مش اللي اجداره بروح آه يعني مش اللي هو طبيعة الرجل هيك هي طبيعته هيك بإنهاء الحالة الجنسية تنتهي الرغبة بيصير في عنده بيبطل فيه انتصاب بيبطل فيه الرغبة موجودة ويحتاج إلى وقت لاستعادة الرغبة طبعا هذا مش اللي هو بده لأنه هذا الطبيعة الفسوية الله خلق البناء أدم هيك الله خلق البناء أدم هيك اللي فيه حكمة انه العضو الذكري بعد القذف بيرجع لوضعه الطبيعي انه زي ما حكينا الانتصاب انه فيه توسع للشرايين اللي بصير فيه ضخ للدم وبنتنتلب الدم فتخيل انه الانتصاب مستمر ثلاثة واربعة وخمس ساعات بيصير توتال لوس الدم بتخسر بطل فيه النشاء بعيد خلاص رفع ايدي نعم فبالتالي منيح انه بعد القذف بترجع الدم لوضعه الطبيعي هلأ خلال العملية يعني هاي العملية تفرز فيها كتير هرمونات يعني عملية معقدة وخاصة لأندروفينين والأكسيتوتسين وهي هاي هاي هرمونات الراحة والسعادة عشان هيك بعد ما بنتي بده راحة بنام نوم عميق وبحاجة إلى إلى فترة يعني المرأة ليس عندها هاي المشكلة يعني مش المرأة ممكن توصل للذروة ثلاثة أربع مرات بدون ما تقول إنه تعبت تعبت أو إنه انتهت بس الرجل لازمه راحة بعدين برجع بدانه أول جديد لأنه طبعا بصير هناك تغيرات داخل جسم الرجل وتغيرات في إفرازات بعض الهربونات الموجودة داخل جسمه وبالتالي وبحاجة لإستعادة عافيته بعد فترة تختلف من شخص لآخره وحسب العمر معي سؤال دكتور يعني أنا حيب أسئل يعني الناس اللي حتى تتحرج أحيانا العضو الذكري عند الرجل ما هي المقاييس اللي بنقول عنه طبيعي أو مش طبيعي المقياس اللي معتمد في حالة الانتصاب بين 9 إلى 18 سنتي نعم الغالبية بين 12 إلى 16 هيك شي بس يعني إنه ما بنحتاجش أكثر من 9 سنتي لعملية الإنجاب أو المتعة نعم هل يعني هل الحجم هذا في الانتصاب بغير من العملية الجنسية أو شعور المرأة باللذة مع الرجل نعم لأنه المهبل عند المرأة 7 إلى 8 سنتي يعني ممكن يتمدد بس نعم والمنطقة التلت الأول في المهبل هو المنطقة اللي فيها نهيات عصابية اللي ممكن تعمل إثارة للمرأة نعم نعم دكتور لأنه وقتنا أدركنا إحنا يعني بشكل سريع وموضوع مهم وحلو أنا كتير مبسوط لحضورك معنا شكرا للا رح يكون لدينا حلقات تانية يعني طالما بلشنا يعني نطرح هذا الموضوع على الطاولة وأصبح بإمكاننا أنه ناقشه دون تحرج لأنه خيأنا موضوع مهم للغاية نعم خيأنا كون متفقين لأنه مشاكله صعبة نعم خيأنا كون متفقين أنه اليوم أصبح هذا ظاهرة يعني أصبح ظاهرة موجودة في المجتمع وظاهرة بعاني منها الكثيرين أنا شخصيا لا أعرفش إذا بتوافقني الرأي أنا شخصيا برجح دائما لأنه أنا بشوف كتير شباب برجح أنه العامل النفسي هو العامل الأكثر شيوعا عندنا في بلدنا لمشاكل الضعف الجنسي عند الرجل ممكن أتوافق معك بس كمان في عندنا كتير أمراض عضوية يعني السكر عندنا تقريبا في كل بيت موجود التدخين تدخين ناشي التدخين شرب الكحول والمخدرات كمان قلة الرياضة يعني كل العلاج كبداية لازم يكون تغيير نمط الحياة توقف عن التدخين والكحول والمخدرات وكلها خليني أسألك كمان سؤال وهو استخدام بعض المحسنات والمنشطات من غير ما نذكر أسماء طبعا الحب زي ما بقولوا عنها ومنها نسميها زي ما بقولوا عنها الناس الحب الزرق والحب الصفرة والحب الكحلية إلى أي مدى أول شيء متى بنقدر ناخده تاني شغلي إلى أي مدى فعلا ممكن أنه يساعد بشكل عام كل شخص ممكن يستعمل هاي الأدوية ولكن بإشراف الطبيب يعني مش إنه بروح فيه بيجيبه من الصين النمر والأسد والحب السودا والهاي الله علم شو فيهم صحيح يعني فيه منهم فحصنا بيكون فيه كميات بتخوف من المادة المنشطة وممكن تأذي وممكن تقتل طب بالتالي يمكن استعمالها إذا ما كانش فيه طب فيه شباب بياخدوا من الحبوب هاي المنشطة هل بتنصحهم؟ يعني تلاقيوا عمروا 30 سنة إذا فيه عنده مشكلة أو بدوا يحسن الأداء باستشار الطبيب باستشار الطبيب أحنا بنعطيه نعم دكتور عبد الله يعني في نهاية الحلقة اليوم نصيحة بقولها الدكتور عبد الله لكل الإخوة المشاهدين والمشاهدات حول موضوع الضعف الجنسي وبشكل سريع الضعف الجنسي ظاهرة موجودة تؤثر على العلاقة الزوجية إذا فيه أي مشكلة ممكن تتوجهوا بدون أي حرج أو خوف وإن شاء الله فيه علاج ممكن يساعد الجميع ونرجع العلاقة لطبيعتها أشكر غزيل الشكر دكتور عبد الله وإن حلقات قادمة بإذن الله حول الطب الجنسي بشكل عام نفيد ونستفيد مشاهديننا شكرا جزيلا إن شاء الله الله يخلي عزيزي المشاهدين قبل ما نختم حلقتنا اليوم نرجع ونأكد أن الكون كله مبني على الرجل والمرأة الكون كله مبني على تواجد الذكر والأنثى سواء في الحيوانات أو في البشر والكون كله مبني على العلاقة الحميمية اللي بتكون بين الأطراف العلاقة هاي اللي بيحكومها عدة ضوابط وعدة عوامل أولى هذه العوامل والضوابط هو الراحة النفسية عدم وجود أمراض في حالة وجود أمراض هو أن يكون هناك في انتظام لزيارة الطبيب لضبط هاي الأمراض والحفاظ على مستويات طبيعية لكل الأمراض كذلك وجود العلاقة الحميمية هو بيعطي السعادة للرجل والمرأة يضفي على حياتهم وحتى على شكلهم الجمال لأنه عملية تفاعلية بين الرجل والمرأة هناك العديد من المشاكل اللي قد تكون أثناء العملية الجنسية والمعقدة جدا وقد يكون كل زوجين بمارسو العملية الحميمية عندهم مشكلة تختلف عن الآخرين علينا البدء بالبحث والتفكير وعلينا وضح هذا الموضوع على الطاولة ولكن أبل مختم بقول أجمل ما في هذه العلاقات الحميمية أن تكون مبنية على أسس الحب والرغبة إذا كانت الرغبة والحب موجودين ستكون عملية جميلة يستفيد منها الطرفين وتعطي نتائج جيد في نهاية حلقة اليوم أنا الدكتور أشرف طاقم العمل معي أشكركم وإلى اللقاء هذا البرنامج برعاية مصرف الصفاء خدمات مصرفية إسلامية متطورة على الأصول برنامج تمويل الخدمات الصحية تاج من مصرف الصفاء لتمويل العلاج والخدمات الطبية أو إجراء العمليات الجراحية أو زراعة الأسنان أو زراعة أطفال الأنابيب البرنامج الأول من نوعه في فلسطين وعلى الأصول هذا البرنامج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تمويل يصل لغاية 100% فترة سداد تصل لغاية 72 شهر والسداد بأقصاط شهرية متطلبات هذا التمويل كفي البراتب محول أو بضمان آخر مقبول للمصرف مصرف الصفاء خدمات مصرفية إسلامية متطورة على الأصول ترجمة نانسي قنقر